بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب برايماري فور مع حصة جديدة من حصة مستر ساينز مع مستر شريف الهواري يورب دايما بخير وان شاء الله من الاول وموفقين بازن الله النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن كنا اتكلمنا الحصة اللي فاتت عن طبعا التغيرات اللي بتحصل في اللي هو النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه طيب النهاردة بقى يا مستر هنأتكلم عن الحصة اللي فات برضو كنا اتكلمنا عن اللي هي اللي هي تسببت بالطبيعة اللي هي مثلا مستر زي تغيرات من اخيه عنيفة حصلت كمية سقوط المطر في الموسم تتغير من وقت للتاني كل الحاجات دي كتتعملت طب النهاردة انا اتكلم عني يا مستر بقى الانسان بقى نفسه هو اللي غير الانبيرومنت انبيرومنت هنا يعني البيئة اللي هو عيش فيها طبعا كده طب مستر غيرها ازاي تعالوا نشوف اول حاجة هندرس يا ولاد كلمة يعني الادلة يعني مثلا كنتر بيوتس دي يعني طبعا اصطرت او ان هي يعني سببت وساهمت معنى تساهم يعني ساهمت على التغيرات سريعة في الايكو ساهم طب ايه كمان يا مستر يعني يا مستر يعني الكلمة عن تأثير انشطة الانسان على النبات والحيوان والانسان نفسه كمان يعني اصطرت كمان على نفسه بالسلب تعالوا نشوف يا ولاد الكلامنا تعالوا بقى نبدأ اول حاجة يا ولاد اللي هي مستر واحنا قلنا ان اللي فاتت دي كانت بتعمل تغيير بطيء طبعا دي حكومة ربنا يا ولاد ان الجو بيتغير درجة حرارته في منطقة ما كانتش فيها سكوط امطار بقى فيها دلوقتي فالكلام ده كان بيحصل على فترات بعيدة يعني يعني على ميت سنة متين سنة واكتر كمان لكن لما الانسان بقى اتدخل تعالوا نشوف عمل ايه كده عمل رابد تشينج يعني كلمة رابد تشينج يعني تغيير سريع انا لسه هستنى متين تلتميت سنة لا انا هغير البيئة دي هغير المكان ده طب هتعمل ايه قالك انا هقطع الغابات هعود اقص الشجر كده وقطع الغابات ليه؟ يقولك عشان عايز اصنع بقى العفش بتاع البيت والاساس والحاجات دي فانا هقطع الفورست دي طيب ميستر يسأل ممكن يجيلي ازاي؟ يقولك كده يعني قطع الاشجار والغابات يعني هي النشاط انسان ساهم ان هو يغير الايكو ساستر هل هو نشاط طبيعي؟ ولا طبعا هل هو نشاط طبيعي؟ هقوله طبعا حرص دي يا مصر يعني التجريف الانسان يبدأ ان هو يجرف الارض دي ويعيب دي مكانها يا ولد بقى يشيل الارض الزراعية دي والاعشاب دي ويطلع مكانها بيوت وكلام ما دي فطبعا هل ده سلو لا طبعا يا مصر ده يعتبر او سلو تشينج لا ده يعتبر رابد ايه كمان؟ يعني يا مصر الجملة الغريبة دي ممكن يقول لده اولا بطريقة يعني مش شرط ايما كنقول مثلا ايه يعني ايه يعني انت مسكت نبات زرعته في مكان مش في مكان خدت النبات ده شلته وهو مفودي ينمو مثلا في بيئة حرة انت حطته مثلا في مثلا ده يعتبر ايه طبعا اتشينج في الايكو ساستم انيمال زي نفسي كلام شلته من مكانه وهكذا ولا نمبر ثري يعني عادي من السيارات طبعا ده تدخل انسان احنا اللي عملنا المصنع اللي بيطلع الدخين ده صح كده يبقى نمبر ثري ايه كمان يا مستر يعني انت رويت الارض او يعني عملت راية للارض الزراعية بمية مش نضيفة طب ده يعمل ايه يا مستر طبعا يلوث الارض طبعا هيدي طبعا الى ايه اه ان البلانت يحصل له ايه اه ايه 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 كمان يعني العادات السيئة ما اللي بيعملها الانسان زي ان هو يرمي الواستس الفضلات في المجرى المائي في مجرى مية زي مثلا نهرة او ترعة او كده يارب نكون فهمنا طبعا الهيومن اكتيفتي طيب تعالوا نشوف بقى تأثير الانسان ده عملي يعني يا مستر شايفين اللي فات دول افتكرتوهم دول هما دول بقى يا مستر هيعملوا ايه كلمة امباكتس هنا بمعنى تأثير The human activity on plants, anamal and human themselves يعني طmaking الحاجات اللي احنا قلناها اللي فات دي cutting trees أو cutting forests throwing wasts in waterways يعني رمي المفضلات في المية كل الحاجات اللي احنا قلناها اللي فات دي يا ولاد هتعمل ايه في الانسان والنبات والحيان تعالوا نشوف نبدأ الاول ب طبعا دول يا مستر كائنات يعني ضعيفة شوي اي تغيير هيحصل في الايكو سيستم هيتأثروا هيحصل ازاي؟ تعالوا نشوف يعني يا مستر والله انت لوست الهوى لوست الماء كمان السويل اللي النبات بيطلع فيها مش اكيد كده الانيمالس والبلانت سيتأثروا هيتأثروا طبعا نمستر تعالوا نشوفي ازاي بقى يعني فيه انيمالس ربنا بيقدرهم كده يقولك تعالوا نشيب المكان ده المكان ده بقى فيه المكان ده بقى فيه المكان ده بقى فيه بسبب نشاط الانسان تعالوا رح يشوف مكان جديد طبعا what they need. يشوفوا مكان جديد ecosystem to find what they need. عشان يشوفوا اللي هم محتاجين والبيئة اللي هم يعيشوا فيها. طب ايه كمان? بلانت ديباند on their seeds to land in a better place for them to survive and grow. يعني النبات بيعتمد بقى على السيدز بتاعته. to land in a better place for them to survive and grow. يعني النبات سبحانه الله بتدي بقى ربنا سبحانه وتعالى. النبات البذول بتاعته كنت تتحاول بقى ايه? تجد تستخلص بقى الارض المية النضيفة شوية. الانسان مكيم يزرعها في مكان تاني يغير لها الايه? الايكو سيستم بتاعه. ايه كمان? human also are affected by changes. حتى انت كمان يا انسان ضررت نفسك. اه. تعالوا نشوف كده. human are also affected by changes in an ecosystem. where? number one air pollution. اللي هو السموك. اللي هو الضباب يعني او الدخان. ما له يا مستر? make the human hard to breathe. طبعا. ممكن يولي في الامتحان. mention three three طبعا points for the affected او human affected by changes in an ecosystem. عايزين تلات نقط اللي الانسان تأثر بيهم من ال ecosystem. هقوله طبعا ان ال air pollution او make human hard to breathe. ايه كمان? water pollution make human hard to find clean drinking water. يعني يا مستر. طبعا اول حاجة بالعقل كده بالعقل انت مش فتح فصحيح. بالعقل نفهم. air pollution make human can't breathe. صعبة? طيب? water pollution make human can't find clean water. صعبة? انت الانسان مش معندوش مية نظيفة. فاكيد مش هيبه عنده clean water. شوف اكي حكيت سهلة ازاي? اه number three air water and soil pollution make the crops can't grow. ايه كروبس ديه مستر? المحاصيل. الزرع يعني? air water soil pollution make the crops can't grow. تمام يا ولاد? فيه كم اه اه ملحوظة مهمين. اه people who live in cities where طبعا where air pollution is a big problem are forced to change their lifestyle on day. when the pollution level are dangerous. يعني ايه مستر الجملة دي? يعني الناس اللي عايشة في مدن يا ولاد زي اللي احنا عايشين في الكاهيرو كده مسلا في كاهيرو لو احنا عايشين في مدينة كبيرة. اه اللي يحصل? الانسان بيواجه طبعا مشكلة وبيضطرن هو يغير شوية اسلوب حياته وطريقة حياته. when the pollution level are dangerous. لما يكون مستوى التلاوس خطر. give reason. because exposure to high levels of air pollution for a long period of time can damage lungs causes asthma and heart problems. يعني يا مستر. يعني اقول لان الناس اللي بتتعرض لليفل عالي من البلوشن من من تلاوس الهوى. for a long period لفترة طويلة. can damage lungs ممكن يأثر على اللانجز بتاعتهم الرئة. and causes asthma and heart problems. يعمل ازمة يعني يا ولاد اللي هو زي مرض الرابو كده او اللي هو ازمة في التنفس يعني. and heart problems اللي هي طبعا مشاكل في القنى. عرفتوا بقى لي الناس العيشة في السيتز. must change their lifestyle on day. ايه يا مستر because for the exposure. كلمة exposure يعني التعرض. ايه انت تتعرضت يعني. to high level of air pollution for a long period of time can damage your lungs. مدمر الرئة بتاعتنا and causes asthma and heart problems. يلا نكمل يا ولا. مستر طب يعني احنا كده موضوع بقى يعني خطر. نعمل ايه بقى يا مستر? the rule of human to help restoring ecosystem. ايدور الانسان عشان يساعد ان هو يرجع الاكو سيستم تاني او يرجع الاتزان للنظام البيئي اللي حعاشين فيه تاني اول حاجة as human can cause harmful changes they can help restore their ecosystem. يعني الجملة دي. بقولك ان الانسان يعني زي ما بيعمل حاجات ضرة. زي ما انت بتاعف تقطع الشجر وتقدر تعمل اه حارس للارض الزراعية. تقدر كمان تقدر ترجع لنا الاكو سيستم تاني وتحافظ عليه. ازاي? نمبر وان يعني ازرع المغابات تاني. مش انت قطعتها. رجع حالنا تاني بقى. يبقى replanting the cleared forests. نمبر دو. removing pollutants of air and water. يعني شيل بقى تلاوس الهو والماء دوت ما ترميش تاني. نمبر ثري. preserving plants and animals يعني حافظ بقى على النباتات والحيوانات. في بتاعتهم في انظمتهم. يعني ما تشلشي نبات وحيوان من مكان وتودي في مكان تاني مش مناسب لي يا ولاد. يا رب تكونوا فاهمين? في ملاحظة مهمة يا ولاد نقط مهمة. يعني يا مستر احنا عارفين ان الانيمال والبلانت في اللي عايشين في الاكو سيستيم لازم يغيروا السلوك بتاعهم. البيهيفير الادبتشن ما رح ناخدناه. in order to survive عشان يكونوا على قائد الحياة. this is due to the human activities that change the ecosystem. نتيجة طبعا نشاط الانسان. so plants and the animals may undergo structural and behavioral adaptation in the response to change in the ecosystem. عايز يقول لك يعني خلاص الفقرة دي. ان الانيمال والبلانت بيعملوا structural adaptation وبيعملوا behavioral adaptation. ليه مستر. in order to be survive عشان يظلوا عليك قائد الحياة. to response or in response to change in the ecosystem. كاستجابة يعني. يعني افرد الانسان بقى خلاص غير والاكو سيستيم تغير. لازم البيهيفير الانيمال زول يعملوا structural and behavioral adaptation in response to change in the ecosystem. check your understanding. تعالوا ناخد دولهم كاولاد وتكتبوا لي في التعليقات ازاي نجواهم. تعالوا نشوف كده. wildfires اللي هي حرق الغابات يعني. and the floods cause change in some properties of an ecosystem. بتغير في خصائص الايكو سيستيم. موافقين انا مش موافقين. water pollution affect fish. تلوص الماء بيقصر على السمك. but doesn't affect the human and plant. لكن ما يقصرش على الانسان والنباتات. موافقين? مش عادي. نشوف. مستني تعليقاتكم. number three. human must keep air water and soil clean. الانسان لازم يحافظ على الاير والسويل والووتر كليم. موافقين انا مش موافقين. يلا يا بلاد نشوف اللي بعد كده. مستني تعليقاتكم وتكتبوا لي الاجابات دي عشان اعرف مين ميتابع معي. انا عرفت على فكرة اسمها ناس كتير منكم. واكتبوا لي طبعا اللي بيجاب وفي اسم مختلف عن الاكاونت بتاعه. يكتب لي اسمه جنب الايجاب. الجزء الاخير من الليسون ده. الليسون ده اعتبر ثلاثة اجزاء كده يعني مختلفين شوية عن بعض. اللي هو بيكلم على يعني بقولك انت سجل بال نتائق الادلة زي تخيل كأنك عالم يعني من العلماء. هو عايز يدربك يعني ان انت تبقى احد العلماء ان شاء الله بازن الله. بقولك you have learned about how different types of adaptation, help, plant and animals to survive. صح? احنا اقول ده في concept 1. بنتعلم ان ازاي كأندي تظلى على قيد الحياة. في كل concept هيعلمك ازاي تفكر كأنك عالم بقى. تعالوا نشوف كده. to answer a question about one of the main points of this concept through four main steps. يعني ايه? يعني هنفض ان احنا عندنا مشكلة يا ولاد من المشاكل. فهو بيقولك انت لما تيجي تقع في اي مشكلة انت هتفكر بطريقة علمية على اربع خطاط. على فكرة انتو بتعملوها بس وانتو مش حاسين. لعبة عندكم بازت مثلا اللي حصل لها حاجة. اول حاجة بتعملوها ايه? بتقولي يا مستر number one the question السؤال. انا اضربها لكم على مثال كده غير اللي موجود في الكتاب يعني مع بعض كده واحد من الكلب. يا لعبيتي دي ليه مش شغالة? صح? ده السؤال. انت حطت سؤال. number two هتبتت تحطي حاجة اسمها يا ولاد يعني كلمة يعني الفروض بتاعتي. يعني ايه فروض يا مستر? يعني ممكن اللعبة دي مش شغالة. شو يقولك انت بتعملها على فكرة. ممكن اللعبة دي يا مستر مش شغالة عشان البتري بتاعتها خلص صح? فرضة من الفروض. ممكن يكون يا مستر فيه سلك مقطوع جوه. صح? انا اخلي بابا بقى اما يجي فكها ويحصلحها. طميم كده? يعني احط ايه? يعني يا ولاد يعني فروض. number three my evidence. my evidence الادلة بتاعتي بقى. طيب بقى اللي انا اشوف بقى هي فعلا البطارية. اجيب بطارية تانية وحطها. لو اشتغلت بقى الحمدلله كده الفرض بتاعي كان صح. آآ ان البطارية هيلي كانت بايزة. آآ لو جبت بطارية جديدة وما اشتغلتش. لا يبقى كده انا استبعيت الفرض الاول. هبتدي اخش على الفرض التاني بقى. وهكزا يا ولاد ان في حاجة مقطوعة جوه وكده. طيب بعد كده ماي scientific explanation بقى اللي هو استمتاجك الاخير خاص. طب تعالوا نشوف على اللي سنز بتاعتنا. step one the question. السؤال. فهو جبها لكم على الدرس بتاعكم بقول لكي. how different types of animals and plants are adapted to survive in extreme climate. يعني يا مستر. السؤال انا قاعد مع نفسي كده بفكر. بفكر like a scientist كعلم. بقول لك ازاي الانواع المختلفة من الانيمال والplants بتتكيف يعني بتقدر تعيش. to survive in extreme climate. مع المناخ العنيف دوت او الجو ده. زي مثلا البنجوينز اللي كلمنا على في الدروس الاولى يا ولاد. step two. مما يا ولاد الفروض بتاعتي. animals and plants have the ability to change their body structure and behaviors to adapt the extreme climate. يعني يا مستر. يعني انا هقول فروض كده. اقول اه اصلا يا مستر اكيد الانيمال والبلانس دول بي عندهم قدرة. have ability to change their body structure. يغيروا في تركيب جسمهم او بتاعتهم. to be adapted with the environment. صح كده? طبعا اه بقول لك ملاحظة مهمة ان الهايبوثيز بتاعتك should be formed of a sentence. لازم تكون على شكل جملة. انت كتبها زي الجملة دي كده. يعني بتعتبر جملة ايجابة للسؤال الاول. معلش يا ولاد كده بالراحة. مش انت حطيت سؤال انت عندك مشكلة. الفروض بتاعتك تعتبر ايجابة للمشكلة دي. هرجعلك عن المسال بتاعك. انت حطيت مشكلة ان اللعبة بتاعتك مش شغال. فقلت ان البطارية كزا كزا اني ممكن في سلك مقطوع. يعني كان انك بتجاوب على السؤال هو ليه مش بيشتغل. نفس الكلام. ليه الانيمالز بتعيش في المكان دوت رغم الجو الصعب ده. فانا حطيت فروض. الفروض بتاعتي بتقول ايه? ان هما باكد بيعملوا. كاني بيجاوب على المشكلة بتاعتي او على السؤال بتاعي. يلا نكمل. اللي هي ماي افيدنس. الادلة بتاعتي. اللي هي ايه يا مستر? هقول مثال انا شفته في الدرس بتاعي وفي الماناك بتاعي. عن الادلة بتاعي. هقول ايه مثلا? النصام انا اقول لك الدليل ان فعلا الكيانات دي بتطر تعيش. قول الادلة بتاعتك. هتقول لي يا مستر ان فيه عندها فروض كده سميك. ايه كمان? ممكن تقول لي ده ليه كمان? اه. عندها ودان كبيرة. فاكريني يا ولاد. اه او بعض النماتات عندها ولاة صغيرة عشان تمسك الماء. تفعنا كده? طيب ده كان تقولوا اني سم انيمالز ستي ان بارز تو كيب دير بادي وار. يعني بعض السلوك بتاعها بتستخبف كحور عشان تفضل في جسمها هدفي. اه بيقول لك. الشرح اللي انت خلصت بقى الفروض بتاعتك. وخلصت بتاعتك الادلة بتاعتك. يلا بقى شرح لنا الخلاصة. الخلاصة ان انيمالز اند بلانت كانت سيرفايف انك بتكتب بقى ايه فكرة نهائية. اه زي مسلا. ترو استراكشور اند بيهيفور ادبتيشن. وير? زا استراكشور هنا بقى حدد بقى. هقول بقى هنا صح كده? كل اللي احنا قلناها يا ولاد. صح كده? اه زي مسلا اللي احنا كنا كلمنا عنهم يا ولاد. اه قبل كده الانيمالز اللي كنا كلمنا عنهم قبل كده. اه بكده يا ولاد خلصنا الجزء بتاعنا الدرس بتاعنا بالكامل. يارب بتكونوا فهمتوه. الجزء اللي هو بتاع التفكير كعالم دوت او يعرفوا بس بتاعتو. يعرفوها. اه وان شاء الله بازن الله مش هتكون صعبة بالنسبة لكم. ومع حل الاسلة هتكون الامور سهلة ان شاء الله. لو في اسلة صعبة اكتبوا هالي في التعليقات برضو. انا عارف ان انتم اكيد محتاجين حل الاسلة دوقتي ان شاء الله هنبتين نحل مع بعض. اه واشوفكم ان شاء الله على خير. كل توفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة